مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد التحاليل تؤكد إصابة كريستيان ورونالدو بفيروس كورونا خسائر بالجملة تكبدتها كرة القدم الأوروبية والعالمية بشكل عام بعد تعليق جميع الأحداث الرياضية في القارة بما فيها منافسات البطولة الأغلى دول أبطال أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا لكن الخسائر لم تقتصر على الجانب الاقتصادي هذه المرة بل البشري بعد إعلان أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا وفتح العالم عينيه اليوم الخميس على إصابات بالجملة من كورونا منها الممثل الشهير توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون بالإضافة إلى إصابة سلاسة من لاعبي لستر سيتي وإصابتان في الدور الإيطالي لمدافع يوفينتوس ومهاجم سامب دوريا وتم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا حتى مطلع شهر إبريل بسبب تفشي فيروس كورونا لكن القرار كان يسمح للفرق الإيطالية بلعب البطولات القارية ونعرض لحضراتكم أبرز الأسماء العالمية التي تعرضت لفيروس كورونا دانيير روجاني أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي عن إصابة لعبه دانيير روجاني بفيروس كورونا وهو الذي كان متواجدا في مباراة فريقه أمام انتر في الدور الإيطالي لتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لعب الفريقين كريستيانو رونالدو وفقا لتقارير إعلامية نشرتها قناة I24 News أن رونالدو المتواجد بجانب والدته في البرتغال بسبب إصابتها بجلطة دماغية خضع لفحوصات في وطنه وكشفت عن إيجابية الفحص بمعنى أنه مصاب بفيروس كورونا ويخضح حاليا للعزل الصحي لعبات ريال سوسيداد أظهرت التحليل التي خضعت لها لعبات فرق كرة القدم النساء بنادي ريال سوسيداد وجود حالتين إيجابيتين دون معرفة حالة مماثلة في الفريق الرجالي في الوقت الراهن وذلك حسب ما أكدته صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الخميس لعبوا ليستر سيتي كشفت تقارير الصحفية إنجليزية اليوم الخميس عن ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد على ثلاث لاعبين في فريق يلعب في الدور الإنجليزي وأكدت صحيفة تيليجراف أنه ظهرت أحد الأعراض على لاعب يلعب لفريق في الدور الإنجليزي دون الإفصاحا اسمه وتم عزل مطلع هذا الأسبوع لتظهر أعراض الفيروس على اثنين من زملائه في الفريق ليخضعوا جميعا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا في النهاية بشكركم مشاهدين متابعين ولا تنسوا أن تدعمونا بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم منا كل ما هو جديد شكرا لكم والسلام عليكم لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة